سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مرحبا بكم ظهر لاعب المنتخب الوطني المغربي سفيان بوفال بدون والدته أمس الثلاثة خلال الاستقبال الفخم الذي خصصه الملك محمد السادس إلى لاعب ومكونات أسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي في مونديا القطر ويعود السبب في غياب والدة بوفال إلى بقائها في قطر للخضوع إلى فحوصات طبية عقب العملية الجراحية التي خدعت لها وينتظر أن تسافر من هناك إلى فرنسا حيث تقطن رفقة الأسرة ولفتت والدة بوفال الأنظار إليها خلال منافسات كأس العالم بعد رقصتها الشهيرة مع ابنها عقب انتصارات أسود الأطلس وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس عن السبب في عدم حضورها إلى القصر الملكي بالرباط كسائر أمهات اللاعبين ليتبين أنها تعاني من وعكة صحية ترجمة نانسي قنقر